أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها من تأسيس مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية في المملكة ويصبح بذلك مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها المنافسة عشرة الطلبات منذ بداية العام وأوضحت الهيئة أنها أصدرت قرار عدم الممانعة للتأسيس في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات بوصفه المشروع المشتركة الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران